اشتركوا في القناة أما كانت المثلجات تقدم على أطباق ولم يسبق تقديمها على مخروط قبل عام 1944 بدأت الفكرة حين واجه أحد متاجر المثلجات نقصا في الأطباق نتيجة كثرة الطلبات فاستعان صاحبه بمتجر حلويات مجاور وقرر تقديم المثلجات على قطع ملفوفة من حلوى الوافل فلاقت الفكرة رواجا وانتشرت من ذلك الحين تاسعا عيدان الثقاب منذ آلاف السنين والبشر يلعب بالنار فعليا ومجازيا لكن لم يكن اجعل النار سهلا قبل اختراع عيدان الثقاب والذي جاء صدفة عندما كان الكيموي البريطاني جو وقرر ينظف إناء مخصصا لمزج المواد الكيموية ولحظ تكون كتلة جافة عند نهاية عصى المزج فحاول كشطها دون تفكير لكنها اشتعلت فجأة بدأ وقر بإنتاج عيدان الثقاب وبيعها لمكتبة محلية كان طول العيدان سبعة سنتيمترات ونصف تقريبا وكانت تأتي ضمن علبة ومعها قطعة من ورق الرمال لإشعالها في أيامنا هذه باتت عيدان الثقاب تصنع من مادة الفوسفور الأحمر غير السامة والتي اكتشفها السويدي يوهان إدفارد لونستروم كانت شركة المال سهل لصناعة عيدان الثقاب أول شركة تنتج عيدان الثقاب الآمنة في أمريكا وتنازلت عن حقوقها المضمونة ببراءة الاختراع لتتيح لكل الشركات الأخرى إنتاج عيدان ثقاب آمنة لأن الأمان يأتي أولا في المرتبة الثامنة المشبك القماشية حين كان المهندس السويسري جورج ديمسترال في رحلة صيد مع كلبه تضيق من نزعة بعض النباتات للتعلق بجواربه وفراء كلبه فقرر أخذ عينة منها وبعد معينتها بالمجهر لاحظ الحلقات الدقيقة التي تشبك تلك النباتات بالأقمشة والفراء قد ديمسترال عدة سنوات وهو يجري تجارب على مختلف أنواع الأقمشة قبل أن يعتمد بالنهاية على النايلون الذي كان حديث العهد آنذاك في ابتكاره الجديد لم يذع صيط المشبك القماشي المعروف باسم فالكرو إلا بعد نحو عشرين سنة من ابتكاره وذلك حين استخدمته نازا في أوائل الستينيات لتثبيت الأشياء في الرحلات الفضائية كي لا تطير بفعل عدم الجاذبية لقى الاختراع رواجاً وبدأت المستشفيات وشركات صناعة الألبسة الرياضية باستخدامه بعد أن لاحظت أنه اختراع عملي كانت شركة بيما أول شركة رياضية تستخدمه في الصناعة الأحذية عام 1968 ومن تم لاحقت بها الشركات الأخرى مثل أديداس وريبوك وغيرها سابعاً الأوراق اللاصقة عام 1968 كلفت شركة 3M الكيموية سبانسر سيلفر بابتكار مادة شديدة وسريعة الارتصاق نجح سيلفر بابتكار مادة لاصقة لكنها لم تكن قوية كفاية وإنما أضعف من الموجود فقد كانت قادرة على لسق الأوراق ببعضها لكنها لم تكن قوية لدرجة تمزق الأوراق إن تم سحبها لم يعرف سيلفر كيف يستفيد من اختراعه إلى أن استخدم صديقه أرثر فراي اللاصقة ذات مرة لتثبيت شرائط التأشير في كتبه بعد 12 عاماً طرح اللاصق كمنتج تجاري على شكل أوراق لاصقة قابلة للاستخدام عدة ورات وبعدها أصبحت منتجاً يستخدمه ملايين الناس حول العالم بشكل يومي في المرتبة السادسة فورنو المايكروويف كان مخترع المايكروويف بيرسي سبينسر عبقرياً بالإلكترونيات ذات مرة كان يعبث بصمام يطلق موجات مغناطيسية في الرادار فاستشعر ذوبان قطعة من الشوكولاتة كانت في جيبه أدرك أن الصمام هو المتسبب بتذويب الشوكولاتة في عام 1853 أعاد أحد زبائن مطعمه صحن البطاطا المقلية وطلب منه إرسال بطاطا أكثر رقة وهشاشة عندها انفعل جرام وأقطع البطاطا إلى شرائح رقيقة جداً وأقلاها حتى أصبحت قاسية على عكس ما كان يتوقع جرام أعجب بها الزبون كثيراً وهكذا أولدت رقائق البطاطا أشعة إكس أو الأشعة السينية عام 1895 كان الفيزيائي الألماني وينهيل مرونتغن يجري تجارب روطينية بواسطة الأشعة المهبطية حين لاحظ لمعانا قطعة من الورق المقوى المشعة كانت موضعة بعيداً عنه على الرغم من وجود ما يفصل بينها وبين الأشعة المهبطية اكتشف لاحقاً أن جزائيات من الضوء تعبر الأجسام الصلبة وتلك الصدفة أدت لاكتشاف الأشعة السينية في المرتبة الثالثة البينيسيلين عالم الجراثيم الإسكتلندي أليكساندر فليمينج اكتشف البينيسيلين بالصدفة نتيجة لحادثة صغيرة في مخبره عام 1928 عاد فليمينج إلى مخبره بعد قضائه عطلة فوجد الفوضى تعمه ولاحظ نمو العفن على إحدى الصفائح لكنه انتبه إلى أن البكتيريا التي كانت موجودة في الصفيحة لم تنمو حيث نمى العفن وهو ما يشير إلى احتمال إيقاف العفن لنمو الميكروبات فعزل العفن واحتفظ به وتبين له لاحقاً أن إنتاج كمية كبيرة من العفن نفسه سيكون مهمة صعبة بعد نحو 13 عاماً على حديثة فليمينج مع العفن أعاد العلماء هاوارد فلوري ونورمان هيتلي وأندرو مويرا البينيسيلين إلى الأضواء مجدداً حين استبدلوا نوع العفن المستخدم بنوع أسرع نمواً وهو ما ساعد في إنتاج كمية أكبر لإجراء اختبارات طبية عليها ومنذ ذلك الحين أصبح البينيسيلين يستخدم حول العالم كمضاد حيوي رئيسي في المرتبة الثانية رقائق الذرة كان الإخوان وليام كيلوغ وجون كيلوغ يبحثان عن غذاء صحي وسهل الهضم يمكن تناوله كبديل عن الخبز فجرب غلي القمح لتحوله إلى عجين لكن ذلك لم ينجح استمر في غلي القمح لفترة طويلة وحين أخرجاه كان عبارة عن شرائح رقيقة كبيرة بعد تجارب من الخبز والتذوق ارتأ الأخوان أنها وجبة صحية لذيذة ولاحقا استبدل القمح بالذرة وبدأ بتوزيع منتجهما على المتاجر وعام 1906 باعت شركة كيلوغ 175 ألف صندوق رقائق ذرة جرب الإخوان ابتكار أنواع جديدة كرقائق نخالة وحبو أرز مقرمش لكن حين قرر وليام إضافة السكر لبعض الوصفات انسحب جون من الشركة لإيمانه بأن ذلك يتعارض مع أهدافهم الأساسية يحل في المرتبة الأولى البلاستيك يوجد البلاستيك أينما ذهبنا ولعل بعضه موجود حيث تجلسون الآن والمواد التي تحيط بكم الكيميائي البلجي كيل ليو بايكلاند هو أول من أنتج البلاستيك عام 1907 في البداية كان يبحث عن بديل لمادة اللك المصفة أو شيلاك وهي مادة صمغية تفرزها حشرة جنوب آسيوية فجرب تركيبة من الفورمالديهايد والفينول وهما مادتان تستخرجان من قطران الفحم ولم تكن بديلا جيدا عن الشيلاك لكنه لاحظ أنه بالتحكم بالحرارة وتعريض المركبين للضغط ومزجيهما مع مواد مثل الخشب أو الأسبستوس يمكن التوصل لمادة مارنة وقوية بآن معا وغير ناقلة للتيار الكهربائي ومقاومة للحرارة والتي سميت لاحقا بالبلاستيك أطلق بايكلاند اسم بايكيلايت على المادة التي ابتكرها وكان يرى أنها يمكن أن تدخل في مئات الاستعمالات وهذا ما حصل فعلا أب محل نكتشف معا كيف تدعم تطبيق أب محل؟ أولا تبحث عنه في متجر جوجل ومن ثم تختاره بعد ما بتختاره نبحث عن النجوم ونختار خمس نجوم بعد ما نختار الخمس نجوم نبتو برأينا في التطبيق إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جامع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ تريدون لبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحي مجلة الوثائقيات انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك مجلة الوثائقيات في كل لحظة جديد ترجمة نانسي قنقر